السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم وإن شاء الله كلنا صايمين رمضان ويجعلنا ربنا سبحانه وتعالى ممن يتقبل منهما الصيامة والقيام رمضان صراحة فرصة جميلة جدا جدا لعادة تكويننا إحنا السلوكي وتكويننا الفكري وإعادة تعديل بعض السلوكيات الموجودة فينا الممكن تكون هي أصلا ما كانت عجبانة وما قادرين أنه إحنا نغيرها صراحة 30 يوم هي كافية جدا لأنك أنت تدعود على نظام جديد وعلى سلوك جديد بيضمن لك حياة بتسير بيها بطريقة جديدة ومتفردة وكما ترضي الله سبحانه وتعالى من الحاجات اللي احنا بتهدد حياتنا دائما جانب الله سبحانه وتعالى أنزل آيات عديدة في خطورة البصر وسوء استغلالنا للبصر بالتأكيد أنه من الحاجات الجميلة الإحنا بنحاول أننا نحافظ على سلامتها هي البصر ما البصر من ناحية ما بنتكلم عن البصر من ناحية فيزيولوجية ولكن بنتكلم عن البصر من ناحية كيف نوظفه زي ما ربنا سبحانه وتعالى أراد ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن إننا ننظر لبعض الأمور طيب إذا كنت أنت من الناس الفضوليين اللي دائما وإنت ماشي في كل مكان بتسترق النظر لبعض الأمور الممكن هي تكون خصما عليك رمضان صراحة بيهزب نفسنا من الداخل وبيهزب سلوكياتنا من الخارج فإحنا بنستغل هذا الشهر بأننا نمنع نفسنا ونوقف نفسنا من بعض السلوكيات السالبة الممكن تأزينها في المغامة الأول وهي بتكون مزعجة لأغلب الناس الموجودين حوالينا في الشارع أو في البيت أو في أي مكان غض البصر صراحة هو فيه فوائد كبيرة جدا هو ما عبارة عن سلوك بس أنت المفروض تنتهي عنه وخلاص يعني ما عبارة عن أمر بس بأنك تنتهيه بس لكن هو عبارة عن شيء بيحفظ لك سلامتك في المقام الأول وهو كما إحنا بنعلم أنه طاعة لله سبحانه وتعالى حقيقة البصر هو واحد من المداخل البصر واحد من المداخل النافذة للروح الإنسان وهو بيعتبر سلوك بعض الناس أنه يتتبعوا عورات الناس أو يتتبعوا النظر يكونوا فضوليين مع الأحداث اللي بتحصل من حوالينهم أو يكونوا فضوليين إنهم يشاهدوا الناس هي كيف بتتصرف أو يشاهدوا ويتابعوا الناس حياة الناس عشان يبدوا بعد ذلك في عملية ترجمتها للآخرين حقيقة ذي فيها خطورة كبيرة علينا لأنها في الآخر البصر هو بيعتبر واحد من المنافذ الروحية بالإضافة للسمع بالتأكيد وحواسنا كلها اللي هي منفذ للروح بتأثر في روحنا بإنها هي تقوم وتتجه فعلا إلى خالقها بيء الأسلوب ووفق القانون الرباني الوضع أهلية حقيقة واحدة من الحاجات المؤزية زي ما إحنا قلنا إذا بقت في نفسنا نوع أو هي أصبحت خصلة إنه إحنا دائما نكون في أثناء إحنا ماشيين في الشارع بنتلفت كثير بنتلفت كثير لشنو بالضبط يعني بيختلف الناس فيما بينهم عن الأسباب بتخليهم هم يتابعوا في المشاهد الموجودة من حولهم ويتابعوا في لو كانت أنثى تتابع في الرجال وهم ماشيين في الشارع مشاهدتهم ولو كان رجل يتابع في الإناث وهم ماشيين في الشارع وبيتختلف رغبة كلهم مننا عن الآخر في الغرض من وراء هذا السلوك أشخاص ممكن يكونوا فضوليين فعلا زيادة عن اللزوم يدي من الأضرار زي ما أنا قلتها الممكن تؤذي الروح وبالتالي إحنا بنكون غير غادرين على إننا نحفظ سلامتا شهر رمضان هو فرصة حقيقية لأنه إحنا نغير بعض السلوكيات الموجودة داخلنا بالأخص لما تكون السلوكيات هي وضحة الإسلام بإننا إحنا ننتهي عنها رمضان كريم في الآخر وإن شاء الله كلنا نصومه بالشكل اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون مقبول للجميع بإذن الله اشتركوا في القناة